موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد مازلنا مع قناة تفسير الإحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مازلنا مع سلسلة احذر من هذه الأحلام إن رأيتها فلا تبحث عن تفسيرها ولا حتى عند مفسر أيها الإخوة الكرام هذا هو اللقاء السادس في هذه السلسلة طبعا قبل أن أدخل عن هذه الرؤى التي سأذكرها في هذا اللقاء حابب أننا في البداية أنبه على نقاط مهمة أن الإشكالية في هذا الموضوع أنني لا أكلمك عن رؤى تدل على الخصام ولا حتى عن الهموم والأحزان ولا حتى أن هناك بعض الأشخاص المنافقة حولك فلتحذر منهم لا أبدا هذه الأحلام الأصل أن نحن ندور على تفسيرها علشان ننتبه إليها لكنني أكلمك عن أحلام وأريد منك أن لا تبحث عنها لأن هذه الأحلام تدل على الموت وإن كان بعض الناس يقول لي يا عم الشيخ أنت دخلت علم ربنا أقول كلام ده بنشوفه كثير في التعليقات ولكن هذا يعني سبحان الله العظيم كلام لا يفقه كثير من الناس نحن لا نتدخل في علم الله سبحانه وتعالى ولكن هناك مؤشرات وهناك أمثلة على أرض الواقع قد حدثت وذكرت هذا المثال كثيرا ممثل المصري على ولي الدين تصل على الشيخ سيد وكان أمام الملايين وقال له رأيت كذا وكذا فقال له ستموت على وبالفعل بعدها بأيام مات فهناك إشارات هناك ما هو الرؤى سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن تكاد رؤية المؤمن في آخر الزمان اللي هو وحنا فيه أصلا تكاد تكون صادقة كفلق الصبح وسيد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرؤية معلقة بعرقوب طائر انفسرت وقعت مين اللي قال لنا الكلام ده سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن فيه رؤية تخوف فيه رؤية مرعبة فيه رؤية فيها أزية فيها ضرر كل الكلام ده لازم ننتبه إليه ودي طبعا من باب الأمانة العلمية طالما أنا مفسر أحلام والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من عشرين سنة في قضية تفسير الأحلام فالأمانة العلمية تحتم علي أن أنا أحذرك في هذا المجال الذي أنا متخصص فيه أن هناك رؤى وده مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية معلقة في عرقوب طائر فأنت ما تبحثش عنها فإوعى تبحث عنها تمام كده؟ فدي الأمانة العلمية أن أنا لازم أنبهك للحاجة دي وزي ما ذكرت من شوية قلت أن الكلام ده يعني مش رؤى فيها هموم وأحزان لا ده رؤى فيها موت فيها كوارث ومصائب فيها طلاق انفصال مرض عضال رؤى مخيفة فقد شخص عزيز عليك كل الرؤى دي المفترض أنك تستعيز بالله منها وتدفل عن يسار كسلاسل وبرضو دي تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى احنا ما نضربش عرض الحائط بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص كده؟ طيب في حاجة أخيرة حابب أن أبعي عليها قبل ما أدخل في الكلام عن الفيديو وعذرا يعني للناس اللي هي بتقعد تقول خش في الرؤى على طول لا يا حبيبي لا يا حبيبي كلام ده مهم جدا الكلام ده مهم جدا أننا لازم أنبه على الحاجة دي خلاص؟ طيب بداية يريد الكل يشاير الفيديو ده من باب الأمانة العلمية مش موضوع مشاهدات ولا إعجاباته للكلام ده الفيديو ده لما يوصل لواحد ويفهم المعلومة دي ويشوف حلم من الأحلام اللي هذكرها دي وما يبحشي عنها إذن الضرر مش هيقع عليه فتكون أنت السبب أن أنت نجيت أخ مسلم من شر أو أخ مسلمة دعونا ندخل بقى في الموضوع أول رؤية معنا وهي رؤية القرآن الكريم إيه؟ قرآن الكريم؟ أيوة بس قرآن الكريم له مواصفات معينة أن يكون مكتوب على الجبين لا سيما تحديداً صورة الضحاء رؤية تانية ودي برضو خاصة بالقرآن الكريم رؤية قراءة القرآن أو قراءة الفاتحة على شخص مريض لا تبحث عنها رؤية ذراعي يؤلمني بشدة لا تبحث عنها كلام بصفة عامة لو فيه تخصيص لشخص هخصص الرؤية وهقول ديه للمتزوجة أو للعزباء أو إلى آخر رؤية لبعد كده رؤية الحريق ومعه نواح شديد وصراخ كل الكلام ده لا تبحث عنهم رؤية لبعد كده رؤية الشخص يهيل الطراب على رأسه إياك إياك أن تبحث عنها إياك إياك أن تبحث عنها رؤية لبعد كده رؤية المشي في جنازة دي مفهاش حاجة إنما رؤية المشي في جنازة صديق ميت لا تبحث عنها رؤية المرأة أن أختها تشكو من آلام الحمل وهي ليست بحامل لا دي ولا دي لأني شافت الرؤية ولا أختها اللي بتشتكي من آلام الحمل وما فيش حمل لا عندي دي ولا عندي دي لا تبحث عنها يا أختي الكريمة وهذه الرؤية خاصة بالمرأة أي امرأة رؤية لبعد كده رؤية بهائم أعزكم الله حيوانات أشعل فيها النار لا تبحث عنها رؤية اللي بعد كده رؤية الجلوس أمام النار تنتظر الخبز أن يخرج ولا يخرج الخبز وتنتهي الرؤية على ذلك قاعد أمام فرن بتخبز خبز تضعه في النار قاعد قدام النار تنتظر أن العيش ينضج يستوي علشان تخرجه من الفرن أو من النار وما بيخرجش قاعد في انتظاره لا تبحث عنها لا تبحث عنها أختي الكريمة رؤية اللي بعد كده رؤية ضياع الذهب بعد امتلاكه في الحلم أنت عندك ذهب في المنام وهذا الذهب ضاع منك ولم تعثر عليه لا تبحث عنها رؤية اللي بعد كده رؤية ابتلاع الأرض لك ماشي في الشارع ماشي في أي مكان فجأة الأرض انشأت وبلعتك لا تبحث عنها ولا تبحث عنها رؤية اللي بعد كده رؤية صعود السلم على البطن تنايم على بطنك وبتصعد السلم ببطنك لا تبحث عنها ولا تبحث عنها أختي الكريمة رؤية اللي بعد كده كسر الميزان ميزان عندك في المنام شفته اتكسر كسر الميزان في المنام لا تبحث عنها ولا تبحث عنها أختي الكريمة رؤية اللي بعد كده رؤية فقعين واحدة وتبقى بعين واحدة في المنام لا تبحث عنها أخي الكريم فهي رؤية مزمومة جدا 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 رؤية بعد كده رؤية انهدام البيت فجأة أو رؤية البيت بدون سقف لا تبحث عنها آخر رؤية معنا وهي رؤية قطف الليمون من حديقة البيت عندي حديقة في البيت أمام البيت حديقة وفيها شجر ليمون وأنا بقطف الليمون من شجر موجود في حديقة البيت لا تبحث عنها ولا تبحث عنها أخي الكريمة دي كانت 16 رؤية في سلسلة التحذيرات احذر من هذه الرؤى ولا تبحث عنها إن رأيت واحدة منهم تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته